السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بص يا حبيب الرموز دي جميلة جدا ان شاء الله باذن الله ربنا يربي بشركوا بها بالخير دايما جميعا انا مش طلبة منكم غير اللايك والشير يا جماعة عشان يوصلكوا كل فيديو جديد انا بنزله اللايك يا جماعة ارجو منكم اللايك عشان ده تدعيم منكم لي بص يا حبيب ايه هي العلامات دي بقى لما يكون حد في المنام عنده كرب او ديئة او مشاكل ويشوف نفسه في المنام لابسه دوم متسخة وهو راح قلحها وبدلها بهدوم نديفة يبقى ده الفرج تبديل حاله من الحال اللي هي الفترة اللي هي فيها ديئة وكرب وهم للفرج والفرحة اللي جاية عليه لانه خلاص قلع الهم والديئة وسد الدين لانه هو لبس الهدوم النديفة وقلع الهدوم المتسخة ايه تاني ايه تاني رمز يا جماعة ظهور النهار لما تكون انت نايم وشايف الدنيا ظلمة وفجأة لقيت النهار طلع يبقى ده ان شاء الله باذن الله الفترة المجبلة اللي جاية عليك فترة فرح وهنى وفرج وتيسير امور ليكم وسددين وزهب الهم والمشاكل لان الظلمة وحشة الظلم وحش فلما تلاقي انه النور طلع والنهار ظهر ظهور الفرحة والخير عليك وسدداني الديون اللي عليك باذن الله او المشاكل الفض المشاكل باذن الله الرمز الشمس لما تشوف ان الشمس طلعت ونورت يبقى ان شاء الله باذن الله ربنا ينور بصرتك وينور فرحتك وينور دنيوتكم باذن الله بالخير والستر والهنى باذن الله البكاء بدون صوت يعني ان انت قاعدة كده ودموعك نزلة او انت قاعد ودموعك نزلة مش فيه صوت خالص مش بتصوت او بطلتم لأ الدموع نزلة ان شاء الله باذن الله دي يبقى قبشر فك الديقة ربنا ان شاء الله بيبشرك ان ربنا هيسلك الامر ان ربنا هيسد دينك ان ربنا هيفك المشاكل اللي عندك هيفك الكرب اللي عندك باذن الله لان انا بقولك البكاء فرج يعني ان انت طاعت من غير الصوت ولا تصوت ولا تشد لا ده ببقى فرج البكاء لدموعك نزلة دي فرج رؤية الرسول عليها افضل الصلاة والسلام لما تشوف الرسول عليه الصلاة والسلام او يكون داخل عليك او اسم الرسول عليه الصلاة والسلام ده ببقى ربنا هيكرمك يا بعمرة يا بحج يا ربنا ان شاء الله بيبشرك بشرة كبيرة بشرة خير ونصرة كبيرة لك تكون في ديئة جامدة وربنا ببشرك بالخير كله جاي عليك اللهم اعمين يا رب العالمين طيب خروجك من الباب الدايق يعني تكون في مكان دايق او تخرج للواسع يبقى ربنا هيوسع عليك فتحت باب دايق ودخلت باب واسع كده انا لقيت باب واسع دخلت في ربنا هيوسع عليك ان كان في شغل ان كان في وظيفة ان كان في يعني ان انت عامل مشروع اي حاجة الفترة اللي جاية اعرف ان دوك ودوك خير عليك ورزق جايلك الفترة اللي جاية باذن الله بالنسبة للبنت العزباء او الشاب الاعزب لو شافت البنت العزباء او الشاب الاعزب الامر طالع فده تعرف على طول ان ده عريس جاي لها يعني انها متضايقة بقى لها فترة ما تخطبتش مثلا مش بتتخطب او حد بيجيلها بقى نفس النظام الوقت الشاب الاعزب ان هو مش لاقي عروسة وكده ظهور الشمس للشاب الاعزب العروسة ظهور الكمر للبنت العزباء العريس للولد الشمس والبنت الكمر يعني البنت العزباء لو شافت الكمر والكمر منور وحلوة عريسة يبقى جميل جدا وعريس حلو بسم الله ما شاء الله يبقى دي ان شاء الله ربنا فك دقتها وكربها برؤية ظهور الكمر لها في المنام فدي يا جماعة الرمز دي دل على الفرج والفرحة اللي يشوفها يبقى يعرف ان فيه فرج وفرحة دخل عليكم بإذن الله الفترة اللي انتوا حلمتوا فيها الفترة اللي جاتوا بأخير ليكم وساعدوا هنا بإذن الله ياريت ما تنسوناش بقى باللايك وشير وفعلوا الجرد